السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس الاز 500 النهاردة ان شاء الله يا شباب هنتكلم عن ماذا لو what if يعني ايه الكلام ده يعني احنا شغالين بنعمل condition بنعمل يعني restrict وعملنا مع بعض اكتر من condition جربناهم وشوفناه مدى التأثير الخاص اليوم حضرتك ممكن تفكر او يجيلك task معينة يحتاج مثلا ان انت تقفل location معين او IP معين او تقفل على user معين او تقفل browser او 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 فم فبالتالي انت recommended ان انت قبل ما تشوف خطوات العمل على condition ده وتعمل apply او تعمل on وتsafe condition وتطبقه على user اللي جايلك زي ما التاسك بتقول recommended ان انت تدخل تشوف تأثير condition قبل عملية التطبيق علشان كده ميكروسوفت عملا لك feature ديت او عملا لك tool ديت علشان تشوف تأثير ال condition هيبقى شكله ازاي قبل ما تطبقه قد يكون يختلط عليك الامر مثلا او ان انت يعني تستخدم condition ما كانش مفروض تستخدمه فبالتالي هنا الخطر من تطبيق condition ده بالغلط هيبقى اقل وتقريبا عادي تعالوا مع بعض كده نشتغل عليها سريعا لان هي بسيطة جدا طيب احنا قفين على ال condition access وديت ال conditions اللي احنا عملناها مع بعض احنا احنا افلنا على device windows تحديدا على ال user اللي كان اسم احمد بعد كده افلنا الدخول من جميع اللوكيشن معادة كندا وبرضو كان ال user كان اسم احمد وافلنا على ال admin مش افلنا عليه ان احنا يعني علينا ال level بتاع الامان الخاصة به طبعنا عليه يعني اكتر من filter امان وبعد كده افلنا download لكل ال user اللي جايين من office 365 اللي هم risk user وبعد كده اعتقد عملنا وقلنا ان احنا عملنا كل condition ديت بشكل كده practical علشان تفهم ال condition بتعمل ازاي يبقى ادي ال condition اللي احنا عملناها مع بعض تعال بقى نشتغل على what if طيب ال what if بسيطة جدا يا شباب لو اشتغلت عليها مرة واثنين هتفهمها بشكل كامل تمام كده نركز بس بسيطة جدا والله هنا بيقول لي اختري ال user اللي انت حابب تشوف تأثير ال condition اللي انت عملها عليه فهقول له والله عند user اسم احمد انا كنت مغلبه معي فاخترهولي جميل طيب احمد ده هيجيلك منين والله من اي cloud application يجي منه انا محتاجة افهم ايه هو ال condition اللي هيتطبق عليه خلاص تمام كده فهقول له what if هيقول لي اه ده احمد ده هيطبق عليه اربعة condition هقفل عليه لو هو جاي من ويندوز وهقفل عليه لو هو افوا وهقفل عليه لو هو جاي من منطقة غير كندا وهقفل عليه ال download لو هو risk user وهقفل عليه ال old protocol لو جاي من مكان ما بيفهمش المودر تمام كده؟ تمام داخدها واحدة واحدة بقى طيب حضرتك ديفل عليه لو جاي من device ويندوز اه طب لو قلتلك هنا في device platform انه هو جاي من اندرويد قلتلك what if شايفين shell condition اللي كانت بتقول انه هي block access علشان احمد جاي من windows device ورح هتطهولك فين في policy اللي مش هتطبق عليه اهي دية اللي مش هتطبق عليه policies that will not apply تمام كده شباب؟ حلوة طب احمد اول حاجة قلناها انه هو لازم يجي من كندا لازم يجي من كندا طيب معنى ذلك لو قلت له هو جاي من كندا فعليا تمام خلي بالك ان انت طالما اخترت هنا country لازم تكتب له وقت لازم اي اي بي اخترع اي بي اي اي بي عشرة عشرة شريط واحد او ومشارط ريال اي بي انت ممكن تكتب له مية تنين ونسعين مية تنين ونسعين مية تمانية وستين واحد واحد اي بي الراوتر مشهور تمام وقت له هنا what if ورحت اللي هتتطبق على احمد بقى ليتهم اتنين بس ليه لانه هو فعليا جاي من كندا طب لو جاي من مكان غير كندا لو جاي من الصين قال لي لا لو جاي من الصين انا همناه هبلوك وصلت يا شباب بسيطة جدا جدا تاني اختصارا ال what if دي tool هاملها ميكروسوفت بتساعدك بيها ان انت تكتشف تأثير ال condition اللي حضرتك عملته على يوزر ما خلاص كده فهتقولك والله اليوزر ده بالشروط اللي انت هتطالي ديت هيتطبع عليه واحد اتنين ثلاثة ومش هيتطبع عليه واحد اتنين ثلاثة خلاص ببساطة شديدة جدا تمام كده لو رحنا بقى لقصة الريبوت الريبوت ايه قول لي احنا عملناها في الديناي لما عملنا ال old protocol condition خلاص كده وقلنا ايه قلنا هي مش هتطبق يعني مش هي مش on ولا هتبقى واقفة لا هي reboot on يعني شوف لي برضو مدى تأثيرها ايه ولكن حطه لي في تقرير اطلع عليه فا افهم خلاص فيما يعني لو في condition بيقول انه ال device الفلاني مقفول على اليوزر وقلت له في ال condition ده reboot only فاليوزر هيدخل عادي جدا ولكن هيروح يقول لك خلي بالك ان فلان جاي من device مقفول عليه طمام كده ولكن هيتسمح له يوزر علشان تشوف ال report انت لازم تبقى فيه خطوة استباقية علشان يطلع لك بيانات ال report علشان ايه؟ يطلع لك بيانات ال report لو رحنا كده ال condition تمام؟ وقلت له انا محتاج اعمل ال reporting هيقول لي ايه مفيش اي حاجة ليه؟ شايف؟ مش طالع علي ده فيه error ليه يا عم اديلي report ده انتهرتنا كلام نظري علشان في ال report بيتوفرها لك وحاجات كده طيب علشان اشوف البيانات انا لازم اعمل خطوات قبل ما شوفها يعني خطوات علشان تطلع لي في المنطقة ديت وهنا هو هو يلي بنفسه انه علشان علشان البيانات دي تطلع لك في المنطقة ديت انت لازم تعمل عملية integration مع ال Azure Active Directory مع يعني Log Analytics هي مع او يعني يتكامل مع ال Azure Active Directory الفيديو اللي جاي هنشوف العملية دي بتتم ازاي لانه هي فيها كده هندخل نعمل حاجة اسمها ونسميه وبعد كده ندخل على بتاع اللجات نفسها نقول نقول له ابعت لي اللجات علشان تطلع لي في المنطقة ديت ان شاء الله الفيديو القادم هنعملها مع بعض اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة